وكخطوة للتعجيل في إعادة نازح قضاء الشرقات بعد استعادته من داعش أوعزت اللجنة العليا لإيواء وإغاثة النازحين بفتح مقر لوزارة الهجرة في القضاء هذا وأكد وكيل وزير الهجرة جاسم العطية في حديث صحفي وصول أول قافلة مساعدات إلى الشرقات لإغاثة المواطنين داخل القضاء مبينا أن لجنة النازحين خصصت 50 ألف لتر من النفط الأبيض للأهالي و50 ألف لتر من مادة القاز لتشغيل مشاريع الماء داخل الشرقات